أهلا بحضراتكم الجديد هي دي أحوال الرياضة في مصر نطلع من مشاكل الكورة واللجنة الخماسية وتغييب ربطة المحترفين علشان نوصل لكبر إيهاب أمين وكل مشاكل الاتحاد السلة ومباراة تفجرت فيها كل هذه المشاكل وانتهت إلى قرارات عقبية النهاردة سوا فيها اتحاد الكورة باشواندس بين الجاني والمجنى عليه كالعادة كالعادة لا يمكن لا يمكن إنك في مصر تيجي تتكلم على خطأ إلا ما تقول الأهل والزمالك زمالك والأهل زمالك يعني أنا أول مرة أشوفها قدام الناس كلها فرقة بتحاول تفسد المباراة من منتصف الشوط التالت تقريبا وأكتر من مرة وبتتزرع بإن خمسين واحد وكأن بتقعد تعد في المدرجات لما يبقوا خمسة وخمسين ولا اتنين وخمسين وقف المباراة القاعة دي ساعتها 1800 كرسي الصالة 1800 كرسي واضح إن ما كانش فيها الكسافة اللي تخلي إنه لازم الماتش يوقف ولا السلوك طول المباراة اللي كان راقي جدا جدا اللي يستوجب شايف سامير جود يعني حاجة بص عملاق وبيدرعه كده بيطيح بالناس الراجل ده اتغرم 10.000 جنيه طيب خلينا نقول القرارات اللي طلعت قبل قليل قرارات مجلس إدارة الاتحاد للمصر لكرة السلة ايقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك أربع مباريات وتغريمه 50.000 جنيه ايقاف وائل بدر المدرب المساعد في جهاز الزمالك مبارتين وتغريمه 15.000 جنيه ايقاف هيسم السحارة لعب الزمالك مبارتين وتغريمه 50.000 جنيه ايقاف مصطفى محمد وشهورته وكيجو لعب الزمالك مبارتين وتغريمه 30.000 جنيه ايقاف اسلام سالم لعب الزمالك مباراة وتغريمه عشر تلاف جنيه دي عقوبات نادي الزمالك بالنسبة للنادي الاهلي قرر الاتحاد اقاف لعب الاهل ابراهيم الجمال واحمد اسماعيل مباراتين لكل منهما مع توقيع غرامة على الجمال اربعين الف جنيه وعلى اسماعيل تلاتين الف جنيه الاتحاد كمان عاقب سامير جودة مدرب الزمالك بغرامة مالية عشر تلاف جنيه وسام عماد لعب الزمالك خمس تلاف جنيه ووقع الاتحاد غرامة قدرها الفين وخمسمون جنيه على لعب الزمالك عمر هشام وادهم عصام واحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وسامر عيسى واحمد جمال وهيسم عب حميد عاقب كمان بنفس الغرامة اللي هي الفين وخمسمون جنيه لعب الاهلي محمد الجرحي وايمن شوكة ومحمود زيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام قرر الاتحاد كمان توقيع غرامة على الاهلي قيمتها عشرين الف جنيه لإخلاله بالعدد المتفق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وقرر الاتحاد نقل مباراة واحدة للاهلي خارج ملعبه بمقر النادي بالجزيرة مع اختار الاتحاد بالملعب قبل موعد المباراة بتلاتية دي القرارات ووضح فيها انه كان بيحاول يجر الرجل الاهلي في العقوبات عشان محدش يقولهش معنى لان لا تصور اطلاق كلنا شوفنا مين اللي جري وحاول يعتدي بشكل جماعي من اول الكوتش لاصغر لاعب مرورا بالاداريين المداربين المساعدين ومين اللي كان في حال الدفاع عن نفسه بدليل ان كل الاحداث فيه تلت ملعب النادي الاهلي وحاجمها لك واحدة واحدة بالفيديوهات المثبتة اللي راحت الاتحاد السلة اللي المفترض شافها قبل ما ياخد هذه القرارات شوفوا مثلا مخالفة عضو مجلس إدارة الزمالك لللوايح لنزوله ارض الملعب احمد عدل عفتاح ازاي يعني بقى اي حق اه هو مش عضو في الجهاز الفن مش موجود في الاسكور بتاع المباراة ويتعامل مع التحكيم بيتعامل مع الحكام في ارض الملعب بانهي صفة مش مفهومة مش مفهومة لا احيا واداريا مش مفهومة اعضاء مجلس دارة النادي الاهلي اللي موجودين في المدرق بيتكلمهم هم في المدرق اذا كان الاساس العامري فاروق او كل الناس اللي موجودة محدش تدخل ونزل الملعب وتعامل مباشرة مع الحكام سباب المدير الفني النادي الزمالك لابراهيم الجمال لعب الاهلي تفضلوا اتفضلوا اه هو مين اللي راح لمين فلما ييجي دافع نفسه او يعني يعني راجل اهو اه لما يجري عليه لانه شتائم يعني مقززة جدا 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 والفاص خارجة لحاساسيات تتعلق بالمنتخب قبل كده ممكن نحكي الخلفية دي قول اتفضل اه اه بص بص الجاري اه بص الاندفاع بص الاندفاع اه طيب اللعب الامريكاني خد لبالك خدوا الكرة وراح يلعب ما كانش شايف ان فيه مشكلة اه لحد ما لقى زميله راحوا زميله وكله فين اه مين اللي رايح لمين مهم الجمال الجمال لماذا لماذا حدث احتكاك من عبد الحميد وانا واحد من الناس اللي كنت منبهر جدا بهذا المدرب مهم كنت قرأة واحد نتائجه الايجابية شوف محدش عاد عبدالك كله جري مهم ونزلوا من المدرجات كمان ووسات الربنا وانضباط النادي الاهلي ان جمهوره منزلش اه كان ممكن ينزل وانا اعتداء على فرض الام اه اه اللي حصل فيه تجميعة المنتخب من كذا شهر مهم كان فيه ماتش مصر وتشاد اه فيه لاعبة من الجزيرة لاعبة من الاهلي او لاعب من الجزيرة اللي هو الكابتن الجندي وكابتن الجمال من الاهلي ولعبة من الاتحاد السكندر واللعبة من الزمالك مرحوش المنتخب بداعي بداعي الاصابة مهم لما خسر الكابتن الجم الكابتن عصام عبدالحبيل كان هو المدرج مهم لما خسر متشاد وتعرض للهجوم الشديد رجع قبل كل الاعتذارات معده اتنين لعيبة مهم الكابتن الجندي والجمال واتغرم الجمال ستين الف جنيه مهم اذا هو متحامل من داي وان وشاف ان الجمال خزل وما راحش مهم فلذلك راح للجمال لما حصلت المشكلة راح للجمال ما راحش حتى لها بقى مين جمال لرقص ولا عمل ولا ولا تهجم عليك ولا عمل اي حاجة مهم راح سبه باخضع الاسباب باسباب وفي العرض وفي الشرف وفي كل حاجة مهم لذلك تجد لان المسبط الراجل الطويل ده اللي بيحوش ده مهم ها مهم ده واخد تاني اقوى حقوبة مهم ده متغرم تلاتين الف جنيه وما تشيد مهم يعني حاجة غريبة جدا ده كابتن السحارته اعتقد دواء البدر يعني ناس كلها كنت تشوفهم كانوا لعب اكبار ولعب اكبار ومحترمين في الملعب ما مرش منهم هذا كلام لذلك انا كنت شايف ان النية كانت مبيتة من نص المشوت الثالث والرابع ونهاية المباراة لإفساد المباراة